السلام عليكم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كنا نتكلم في الأسبوع الماضي أنسونا للفطرة في الحديث الذي أواه الجماعة عن ابن عمر رضي أطاف عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وغفروا اللحا وحفوا الشارك وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من فطرة الستحداد والخيتان وقص الشارك وندف الإبط وتقليم الأطفاء We were talking last week about the hadith which he reported by ابن عمر and collected by a majority of sunan regarding sunan الفطرة the sunan of the nature of the human being or the mankind the way Allah has created it it's built in the hearts He said صلى الله عليه وسلم to be different differentiate yourself from المشركين from those who from the pagans or from the non-Muslims who used to shave their beards and save the mustache He said وغفروا اللحا خالف المشركين وغفروا اللحا وقصوا الشوارب وقصوا الشارب وقصوا الشوارب and also He said five things from the sunan of the nature of the mankind and the way Allah created them الستحداد to use the razor to clean the extra hair around the private parts and to pull out the hair in the area of the underarm and circumcision trimming the mustache and trimming the nail with the this the 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 H the 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 فليسمعون أم لا يسمعون أولاً يقولون أنهم يمكنهم أن يسمعون هنا صلاحك الله اتبعوا صلى الله عليه وسلم بضرورة التخلص منها لدينا لدينا أيضاً أولاً أولاً كيف يتعلق بشكل أكبر بسيطة ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل إذا كان هناك سيكون هناك إلى الع boca أو ثم الخطة الخطة ها نحن كبير للبنامير أنه يكون لديه عمل باللhartة اصبحت لها يدعون. لصح باللحة من المنطقة للإعادة أنه يكون لسحين. لكن يتحق الأمر لا يمكن أن نتجهك كل الأوقت، كل الأوقت، الكثير منه كما تفعل ذلك كما تفعل ذلك في حجة الأشياء مثل حج أو عمرة فإما أن تحلقه تماماً فإما أن تفسره من جميع الجوانب وإما أن توفره توفيراً طيباً فلا يكون أشعساً ولا يكون متناثراً ويبدو الإنسان ثائر الرأس كأنه شيطان للحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه رجل ثائر الرأس عن شعر طويل وغير منسق وغير مهندم فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أن أخذوه فأصلحوا من شأنه فأخذوه وأصلحوا من شأنه وردوه وسكنوا رأسه فعاد وقد بدى بهيئة طيبة فالحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ذلك بخير من أن يأتي أحدكم رأسه ثائر كأنه شيطان أو كما قال ثائر الرأس كأنه شيطان بحديث إذا كانت حديث high في حديث إذا كانت تستخدم اكتره سوف تخدمها فتح أن تقبلها أميك تستخدم أن تقبلها حسابه سوف تكون لجمعه أعضح أميك تشكل أميك تشكل أميك تشكل محنوك تشكل أميك تشكل استخدم أنه سبق يجب أن يكون كاترًا كل الوقت. يجب أن يبدو كيفية. كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عندما يتحدث في المتحدث مع معه صلى الله عليه وسلم. يجب أن يأخذ بعضهم لتأخذ الشخص. لتفضل كبيره. يقول في صوت ، يقول في صوت ، في صوت ، يقول ورد ، شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة لذلك نحن نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعرفة جيدة لتعرفة جيدة لأنك تصدق لذلك لا تصدق كما تصدق لذلك نحن نتذكر ما يفعلون لذلك نحن نتذكر وأيضا عندنا لأيه من النبي صلى الله عليه وسلم القزع القزع هو أن يحلق الرجل أو أن يأذن الرجل في أن يحلق ولده شعره أو أن يحلق لصغيره جزءا من الشعر ويترك الباقي فهذا منهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيته مرارا في مساجد المسلمين في هذه البلاد ورأيته عدة مرات في هذا المسجد الطيب المبارك تكلمت مع الشباب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يهدي أولياء الأمور في هذا الشأن فلا يحل لولي الأمر إذا أخذ صغيره إلى الحلاق أن يترك الحلاق يحلق ما يريد الولد وإنما يجب على الوالد لأنه الولي والمسؤول وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته أن ينظر ماذا يصنع الحلاق برأس ولده ولا أن يفرح بالمنظر الجديد أو يفرح أن ولده يواكب الموضة فإن هذا من المنهي عنه حتى أن شكل الطفل يكون بشعة فقد شوهت رأسه وخالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم We have a special haircut which is forbidden by Rasulillah it was in his time صلى الله عليه وسلم Is to leave all the heads except any area from both sides both sides and in the back like a stripe you shave it and you leave the whole hair as is that is in Islam Rasulullah صلى الله عليه وسلم called it قزع or قزع that is forbidden by Rasulullah صلى الله عليه وسلم so the person who is in charge of that young boy or any young man his father has to guide him toward the wrong of doing so that is wrong and what he has to do in that case he has to take his son back to the barber to shave the whole hair to be equal to the lowest level a possible level in the hair and to allow the hair to grow from the beginning again evenly because that is forbidden in Islam عندنا في رأس في شعر الصدر والذراعين والظهر والفخذين والساقين للرجال ولمن يظهر عندها متى ذلك من النساء فإنه مباح أن يزال فليس عندنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن إزالة شعر الصدر أو شعر الفخذين أو الساقين فإذا أراد الإنسان أن يزيله تماما بالشفرات أو نحوه هذا مباح إن أزاله سكتنا وإن تركه سكتنا لأنه لا عندنا أمر بالنزع ولا عندنا أمر بالترك فيتساوى الأمران المسكوت عنه فيه إباح من النبي صلى الله عليه وسلم ومداما ليس عندنا نص في ذلك فهذا دليل الإباحة على جواز فعل ذلك ولكن عادت أهل العرب أنهم يتركون شعر البدني الذكور يتركون شعر البدني كامل ولا يزيلونه إلا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو منطقة العانة وتحت الإباطين فيجوز ذلك أيضا ولا ينبغي أن يعني يقرع أحد على هذا الفعل إن فعله أو أزاله كما عن الكل هنا الذي يتركون على الناس لفعل żهما ي昨نا أو لك أو لك اكثر إذا كنت منétat من AJ حصول إنه إذا مصدق العديد لك معين إنه من المنازل ولكن العديد المطinhas هذهいう العديد シルク معانения إنه لك إنه إذا إنه عام إنه إنه บ TVs يعمل إلى ومع ذلك هي حقه ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك أحب أن يفعل ذلك أو لا يفعل ذلك لذا كان يفعل ذلك وليس يجب أن يفعله لأنه لقيته أو يفعله أو يفعله وإيضا بالنسبة لشعر الأذنين الذي ينبت من داخل الأذنين والشعر الذي ينبت ينبت من داخل الأنف ويتدلّ من الأنف ويكون شكله بذيئا أو كريها وكذلك شعر رقلة إن استطال عند الرجل وهل هذا يمس من لحياته أم لا يمس من لحياته أو لا يمس من لحياته تتطلب الناس لذلك لديه حق لتساعد لأنه ليس من الأذنين من الأذنين لذلك لأنه ليس منتجد كما تصدق لذلك 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 تقوم بسيارها لذلك 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 مجرد the direct commands of Rasulullah صلى الله عليه وسلم and they have no right to do that and no single proof from any of the scholars to allow doing so except before the moustache as for the neck as long they can shave till they go to the line of the lower jaw the line of the lower jaw below below the mouth below the chin is the limit of the beard otherwise he can remove all that grows on the neck for the ears hair he can trim it too no problem to trim it for the nose hair he can trim it too because we don't have any to forget doing so in the ear or on the nose as for the hair grows between the eyebrows The one who is going to show you is the right to trim it is the right to trim it well the men's hair it will be the right to trim it to trim it to trim it to from a النبي صلى الله عليه وسلم النمص والمتنمص ويعيب الرجل هذا الفعل ويعيب الرجل هذا الفعل إذا فعله أن يتشبه بالنساء فيتنمص ويسوي الحاجبين ويزيل شعر الوجنتين ويزيل الشعر الذي كان قد ينبت بين الحاجبين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قليل من الشعر بين الحاجبين من رآه من بعد ظن أن حاجبين متصلين صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينزعهما ولم يكن يزيلها ولم يكن يزيله لا يوجد أي دليل أنه أزال شعر وجنتيه صلى الله عليه وسلم ولا أخذ من لحيته ولا من عارضيه ولا قصرهما ولا سوا بينهما وإنما كانت كل أوامر إطلاق اللحة أن توفر ولا يوجد أمر صارف واحد في حديثه يصرفه من الوجوب إلى الاستحباد والأمر الصارف مثل أن يقول صلى الله عليه وسلم صده قبل المغرب صده قبل المغرب صده قبل المغرب فلو وقف الحديث عندها هنا لكان الأمر بالوجوب أن نصلي ركعتين بين أذان المغرب والإقامة ولكنه عاد فقال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث لمن شاء فهذا أمر صارف صرف الأمر من الوجوب ونذبه إلى الاستحباد فعند ذلك الأمر يجوز للرجل أن يصلي إن شاء ركعتين بين المغرب والعشاء أو بين كل آذانين وله أن لا يصلي فلا أحد يعني يعني يلومه إن صلى ولا يلومه أحد إن لم يصلي فكذلك أن كل كل أحاديث اللحة لا يوجد فيها حديث واحد فيه شرق صارف لا يوجد أبل البت ومن كان عنده دليل فليأتي به فبهذا ينتهي بقيت نقطة أنه من أراد أن يحلق شعر رأسه فيكره له أن يحلقه اتباعا يعني يحلق رأسه وهي يعني موضة تسير بين كل رجال المسلمين حاليا كلما ينمى شعر الرأس كلما حلقه حتى تصير رأسه تشبه الصلعات اللامع البراقة وهو يسعد بذلك وفي هذا تشبه بالخوارج لأنهم يفعلون ذلك ولا ينبغي للمسلمين أن تشبه بأصحاب الطوائف فإن الخوارج معلوم أنها من الطوائف التي ضغت الطريق ونسأل الله الهداية للجميع فإن أراد أن يحلق شعر رأسه لعلة أو أراد أن يحلقه لنسك أو للحج فهذا مباح وإن أراد أن يحلقه لشدة الحر فهذا أيضا مباح ولكن لا أن يكون طبعه دائم الحلاقة فلا يكاد يرى شعر رأسه قد نمى أيضا I don't remember in which book that hadith was mentioned. He said those people حالق الرؤوس أو حلاق الرؤوس the sign of them always, they keep the head shaved. So if we need to do it once a while because of the heat, because of the summertime, because of some problem with the skull or whatever, it's permissible. But not to be done over and over and over till the person you never see him with any hair on the head. The shaping is requested and sometimes highly preferred in the season of Umrah and season of Hajj. الله أعدم The last thing is تغيير الشاب وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأفضال في الحديث الذي رواه الجماعة وعن أبي ذرن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيء بالحناء والكتل رواه الخمسة من رواة الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم said regarding too much white hair and the beard. if you wish to change it, you can change it with a dye which is a hinna or any other kind of dye to give it a very dark look but avoid the black color except in jihad if the Muslim nation in a state of jihad everybody, young and old they are requested to dye their hair with black color dark black color for the reason of jihad that's one so no reflection to come from the side of the beard because it's white it could reflect some light that is number one number two to show all the army of the Muslims the younger guys so all the kuffars or the enemies of the Muslims will be very afraid no even young old men among them while they have plenty young men among them but they don't look like that because all the white hair on the head they dye it with black color to look very young and look strong that is psychological war you fight physically and you fight psychologically in the same time وَعَلَيْهُمْ السَّلَامُ so that is highly recommended in time of jihad otherwise the white hair on the beard gives respect and gives honor to the person and show the actual age but if he wish to change that he has the right to change that according to the hadith of Abu Dhar or Abu Urayra he has the right to change it with Al-Hinnah or Al-Katul something to change the color from to be bright to be dark فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن في تغيير الشيب إن شاء شكل إن شاء شكل المرض وغالبا ما يكون الشيب فيه دلالات كثيرة فيه دلالات على قرب لقاء الله عز وجل فأنت قد أوشكت أن تلاقي الله أن تنقى الله عز وجل وكلما نظرت في المرآة وجدد هذا الشعر الأبيض يغزوك فتلك الرسل التي أرسلها الله إليك لتذكرك بيوم الفلاق فتعمل صالحة وتخلص في العمل ثم أنها وقال فإن أول من ظهر عنده الشيب هو سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال يا رب ما هذا في الحديث الحسن الذي روى الإمام أحمد فقال يا رب ما هذا قال هذا يا إبراهيم هذا وقال فالحديث يقول أن إبراهيم رد قائلا قل رب زدني وقال فإن الشيب هو الرسل التي أرسلها الله للعبد يخبره بأنه قد دن الفراق ممن تحب من الأهل والمال والولد فأعمل صالحا ويذكره بهذه الشعيرات الضيضاء وكلما انتشرت كلما اقترب الأجل فنسأل الله عز وجل حسب الخاتف من سننة الفترة لسأل الله عز وجل وبقي عندنا نقطة واحدة هي نقطة الختام فأول من اختتنا هو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما أمره ربه بأن يختتنا اختتنا بقدوم وقدوم اختلف فيها المفسرون قال بعضهم أن قدوم اسم بلد هي التي اختتنا فيها النبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم وكان عنده من العمر ثمانين سنة لما نزل به الأمر وقد ترى ذلك في تفسيري في كتب التفسير حين تقرأ قول الله عز وجل وإذ بتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فكان من ضمن هذه الكلمات قول الله أمر الله عز وجل له أن يختتن لنتبه الخمس وانتبه تحضر لنصف من الضوء والخمس وانتبه من الضوء وانتبه لنصف 8 عام أمر كلمات إبراهيم وقد لم يتكلم لك لم يتكلم الناس وفعله No one on earth before Prophet Ibrahim Used to rush to please his lord Sallallahu alayhi wa sallam And he circumcised himself Using an axe Which they used to cut the trees In another understanding they said No, it is not that tool That the city or the village Which he did that at or in Was the same name, Qadum Qadum in the Arabic language meant A hammer or meant an axe Try to imagine if a person Would be commanded to cut Like around about one inch of his skin From his primal part Using an axe And he never hesitated How come he could be hesitated And after that When he saw in the dream To slaughter his own Only grown up son He never hesitated Because he used to rush to please his lord And he laid down the sunnah Of the confirmed sunnah Of circumcession For boys No dispute between scholars About that Except if the boy is very weak And he has a special health status So if he If you will circumcise him Maybe he will continue to He would never stop bleeding So it should be monitored Because now the science is advanced It should be monitored Before they do If the baby is weak Otherwise No way to Avoid Circumcision To the boys It could be delayed But the earliest Is the best Is the best Because on the early time Especially The first week After the first week When they circumcise the baby As a natural Of arab That will help The quick cure Of the cut Beside The urine of the baby On that time Will be used As A liquid To purify The continuous purification For the cut Nowadays They put alcohol They put these Stupid issues But The best Is The urine Of the baby On the first week Because he urinates a lot Beside He has pain Every time he urinates He cries Because the urine Goes to the cut And It seals The cut Gradually And the best If you circumcise Your boy Is to add the honey Honeybee It will Provide A very secure Peaceful Healing And leave No silence And the best Thing That you use For any cut Is to stuff it With honeybee And I have that Practiced In my life With my kids Whoever Have a cut I stop it With the honeybee It heals Quickly Very quick And leaves No sign One of my boys He has a hole In the cheek From in out So you can see So you can see The inside From outside Big You can stick Your pinky In it And we stop it We didn't We didn't Stitch it We didn't do anything But I don't Think want you To do what I did You have to do What you think Is more secure For yourself And what you like Don't say I'm not gonna Stitch it Because imam Said so And then And then they Come and lock Me up No I did that Because I do what I'm doing And If you wanna Do that You have to Have a full Trust in Allah And it's not Gonna work If you don't Have full Trust So it's only One day And The sheik Was sealed And nobody Believed That That we used Only honey And if you don't Believe You can You can ask My son Because he's The one Who had that And that's His twin Sitting there You can ask Him too All the neighbors They didn't Believe us They said No 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 You did something They said By Allah They didn't do Any except Of stuff Day and night With honeybee Alhamdulillah This is Regarding the boys Regarding the girls All Nations In the whole world Now stand Strongly Against Muslims Because Muslims They see The invincibility Of circumciting The girls And Rasulullah Sallallahu Sallam Said A very Authentic Hadith Hadith Very famous Hadith He said She is What do you call The midwife The midwife She Used to take care Of the pregnant women On the day of delivery And she used to Circumcise the girls Circumcising the girls Provide two things Provide cleanliness For that area So there is no extra flesh To allow accumulation Of germs Microbes Or smell So the girl Will always smell Good for herself And in the future She will smell good Before the hospital But He said Sallallahu 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 To Umar Tiyya He said Minimize it And do not Do not Extremely remove it He was talking Very wise Sallallahu Sallallahu Sallam And I don't want To talk about That subject In detail Because it may Irritate some people The issue That area Is very good For the marriage life In brief If you Extremely Trim it That means You will make That girl Deprived From big deal Of habits And maybe You will cause her To turn like A cube of ice With her husband And that Will make The husband Gradually Hate her And start To look For another Wife Because he Needs someone To respond With him To be active With him But that one Never become Active In that case We can go To a middle Point On the way Wait Till the girl To grow up Don't do it When she's Young Till she Grow up About 10 Or 9 Or 11 It depends On the size Of the body Of the girl If the girl Grow up Quickly Take her At 9 years Old To A woman Specialist To look At her If she If she Isn't Normal In that Area So leave Her As she is Don't approach Her Leave her That will be Good for her As long as She's not Oversized If she's Oversized In that Case The extra Area Only To be Removed Because the Extra area Causes Fraction With the With the Closes of the Girl And as In the Kuffar And the Muslims They have It overgrown And it Always Have friction With their Closes So it Call It pushes Them and Urges them Always to Look for A boyfriend Or to Misuse Her body And both Are forbidden By Islam So to Protect Our girls She could Be Checked out By a Woman Specialist To see If she's In the Normal size In that Area Or abnormal If she's Below size Leave her Alone If she's In the Normal size Leave her Alone If she's Oversized She could Be Quickly Corrected By a Specialist Not by As in Some Arab Countries You do By Barbers Of course A Specialist Should Deal With These Things Now We Start The Subject Of Alwuduq Alwuduq We Will Take Few Minutes To Translate In Arabic What I Said In English And I Forgot To Translate It In Arabic So For Those Who Understand Only English Please Accept In B B B B خصوص شعر الوجنتين والرقبة وما يصلهما باللحا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه قط أنه أخذ من شعر وجنتين ولا من لحيته ولا من لحيته ولا من عالضيه وإنما كان يأخذ من الرقب إن شاء وذلك بشأن الدحية أما بشأن صدغ الشعر وتغيير الشيب فإنه في ال وقت الجهاد إن كانت ثم في حالة الجهاد مع أعداء الإسلام أو مع من يعتدي على أراضي الأرض المسلمين و و محرمات ومقدسات فإن المسلمون الذكور كافة متعوون إلى صدغ اللحى باللون الأسود الداكن وذلك يوفق أمرين لهم بفضل الله عز وجل الأول أنه يصيب العدو بالهلع حين يرى كل الجندي على سن رجل واحد وأنهم لا يبدو فيهم كبير السن كلهم شباب وكلهم حدة في المنظر وهذا يخوفه ويفت من عرضه فهذه من أبواب الحرب النفسية التي ينبغي أن يتقن المسلمون ثم أنه يضيف أيضا إليه صفة أخرى فإن اللون الأبيض في اللحة أو الأصر أو الأحمر قد يعكس الضوء في بعض الأحيان فيستدل على مواقعهم إن أرادوا التخفي ومفاجئة العدم فإن كان أسود بهين فإن هذا الأمر يعمي على أعدائهم أن يروهم فيستطيعون المباغة ويكون لهم دائما السبق في ذلك والله تبارك وتعالى أعلم أما بخصوص الختال فإن ختال الذكور عليكم السلام فإن ختال الذكور لا خلاف فيه بين العلماء ويجب على الأبي أن يقوم بختال ولده كلما كان صغيرا كلما كان ذلك أفضل فإن تباو للطفل الصغير على جرحه يعين على سرعة شفائه وتطهيره لأنه مملوء بالأحماض التي تقتل المايكروبات ويستحب أن يوضع على الجرح بعد القطع الجزء الذي يتدل بزيادة ويتسبب في تراكم والمايكروبات والجراثيم تحت الحشفة فذلك إذا إن أزيلت ساعدت في أن يكون هذا المكان دائما نظيفا ولا يحمل الروائح الكريئة كما يوجد في أولاد غير المسلمين والعجب كل العجب أن الغربيون قد تبنوا هذا المبدأ حاليا بعدما تردد على عيادتهم ومشافيهم المسلمون يسألون الختال فكانوا يعجبون ولما تريدون الختال وذلك في بداية السبعينات وأواخر السستينات كانوا لا يعرفون ذلك ويصغل ذلك عندهم فلما راقبوه وتحروا عنه جيدا وجدوا أنه فعلا من الأمور الصحية جدا فالآن النصارى حتى يختتنون واليهود أصلا يختتنون يعني اليهود والمسلمون هم من يختتن أما النصارى كانوا لا يختتنون فأصبح النصارى يختتنون لما علموا فوائد الختال ولا خلاف البتة بين الفقهاء بشأن ختال الولد وقد يؤخر ختال الولد إن كان ضعيف البنية ولما تطور العلم حاليا وعلم الناس أنه قد يجوز أن تقوم ببعض تحليلات الدم فإن بعض الأطفال يولدون بسيولة الدم فلو قمت ختنت الطفل الصغير فقد يظل ينزف ولا يندم للجح فيموت بهبوط الدورة الدموية لكثرة النسيف والأب والأم لا يفهمان ثم يموت الولد فلذلك إن شك الطبيب في ضعف إن شك الطبيب في ضعف حالة الطفل الذكري الصغير الصحية واجب عليه إجراء بعض التحليلات الدموية ليتأكد من انضباط الأمور قبل أن يقوم بالجراحة المنشونة وبعض الأطفال أيضا الصغار يولدون وقد ورثوا السكري فلو أختتنا وهو مصاب السكري لن ينتبه للجحر فلابد أن ينتبه الناس لهذه الأحوال والحمد لله الذي يصر العلم وعلم الإنسان ما لم يكن يعلم أما بخصوص ختال نيساء فإنه ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قام العالم كله يقف أمام المسلمين بدعوة دفاع عن فروج نسائنا فما لك وما لفروج نسائنا إن كنت تجغل بالك فاجغل بالك بفروج نسائك نحن نعرف كيف نحص نساءنا ونتبع أوامر نبينا صلى الله عليه وسلم فهم يقولون أن ختال النساء فيه ضياع لحقوق إنسان وفيه احتداء على كذا وكذا وكذا ونحن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم عطية في الحديث الصحيح المشهور اخفضي ولا تنهكي اخفضي لأنه هذه المنطقة فيها بعض الأجزاء تتطاول في الحجم فإذا زادت عن طول التقليدي كانت تتسبب في احتكاكات قد تتسبب في التهابات للبنات والفتيات والنساء وقد تكون سببا في عدم عصمة الفتيات والنساء من مزاولة وممارسة الحرام بسبب هذه الاحتكاكات فنحن فقول النبي صلى الله عليه وسلم مملوه بالحكمة صلى الله عليه وسلم وما يمتطع عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولكن حتى لا يعتدى على الطفلة فتحرم وتنهب في هذه البناطق إنهاكا بينا فتتحول إلى قطعة من الجليد فلا تنسجم في المستقبل مع صاحبها في الحياة الذي هو زوجها وإنما تكون سببا في البغضاء التي تنشب بين الزوج ومرأتها وتكون سببا في أن يعزف الزوج عن لقاء زوجته ويبحث عن مرأة أخرى يستطيع أن يشعر معها أنها يعني متجاوبة معه فلذلك ينصح بأن تترك الفتاة وشأنها ولا يفعل ما كان يفعل بها فيما مضى فإنها ما أن تولد حتى تشوه تماما وتحرم هذه الأجزاء تماما ولا أريد أن أستطيع في التعديد ثم أنها تترك حتى تكون مثلا تسعة سنين عشر سنين كأحدى عشر سنة وذلك يعني حسب سرعة بلوغ جسم الفتاة إذا لم جسم الفتاة سريعة فإنه قد يبدأ في النمو في التاسعة وتبدأ تظهر عليها على بد نوثة مبكرة ففي هذه الحالة تأخذها أمها إلى طبيبة طبيبة متخصصة في أمراض نساء تلك وتفحصها فإن وجدت زيادات في هذه من المناطق نصحت بإزالة الزيادة فقط أي أنها تترك ما يشابه الفتاة التقليدية العالية الفتاة العالية لها صفات تعرفها النساء جيدة والفتاة دون التقليدية لها صفات تعرفها النساء هذه تترك شأنها التي هي دون العادية لأنها دون الحجم الذي يخشى منه أما التي هي فوق العادية فهي التي يتطلب لها أن شيء من شيئا إما زواج المبكر جدا في السن الثانية عشر حال ملوغية فإذا تحدث بدنها تحدثا بصوت عال تجد الزوج أمامها انتهى أمرها عند ذلك أنها دائما معها زوج فلا خلصة لعبث الشيطان بقلبها ورأسها وأسيان نبيها صلى الله عليه وسلم وإلا فإنها تكون بعد تلك الجراحة الخفيفة تكون متمتعة بكل ما يحفظ لها الحقوق الشرعية البدنية ولكن بما لا يجعلها تخرج عن طاق الإسلام وأوامل نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بهذا أظن أن الوقت لم يسعن لنبدأ موضوع الوضوء فنؤجله إن شاء الله إلى الأسبوع القادم يوم الثلاثاء القادم يكون الوضوع الوضوء شروطه وأركانه أي شروطه وفرائضه وسننه يبقى الوضوء عندنا له ثلاثة أشياء